بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكل متابعي في قناة تايجر السلامة و اهلا بكم في فيديو جديد على القناة تحويل جديد لاجهزة السالك والـ H2 Mini و كل اجهزة المعالج GX التحويل ده هنحول الجهاز لجهاز الطايجر زي القائمة اللي موجودة ورانا كده التحويل ده تحويل جديد هوفر لك سفرات IPTV ببلاش وكل الحاجات اللي موجودة عليه وكل المميزات اللي موجودة في السوفت وير ده هتقدر تستفاد بها بعد ما تحول الرسيفر بتاعك هنبدأ نشوف مع بعض النهاردة ازاي هتحول الرسيفر بتاعك من خلال اللودر علشان تبدأ تستفاد بالتحويل وهنستعرض التحويل مع بعض كده ونشوف شكل التحويل والقوائل اللي موجودة فيه والصرفرات اللي موجودة عليه وهتكتشف حاجات كتير موجودة في التحويل ده بعد ما تنزله على الرسيفر فلو عندك رسيفر GX سواء سالك او QMAX H2 Mini يبقى لازم تشوف الفيديو ده علشان التحويل ده هيودر صفر بتاعك في حتة تانية خالص مش عايز اطول عليكم يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا مع بعض اهلا بكم مرة تانية وهنبدأ نشوف مع بعض ازاي هنبدأ نحول الجهاز بتاعنا اول حاجة بتعملها طبعا بتفتح اللودر زي ما انت شايف كده وبتعمل الاعدادات بتاعتك زي ما هو بين معنا في الصورة لازم الاعدادات بتاعتك تكون بالشكل ده كده بعد كده هنروح على كلمة ونضغط على التلات نقط دول ونبدأ نجيب الملف بتاع التحويل هنروح على ونختار الملف بتاع هنروح على كلمة وهنبدأ نعمل هنعمل ما فيش اي مشكلة طبعا هو دلوقتي بيقول لك اعمل للرسيفر هتشيل الباور من الرسيفر وتبدأ توصل الباور تاني هيبدأ السوفتوير بتاعنا ينزل معانا كده احنا شلنا الباور بدأ يعد معانا هيبدأ ينزل التحويل على الرسيفر هنستنى لحد ما يخلص ويجيب مية في المية وارجع لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده اللودر بتاعنا خلص تحميل السوفتوير على الرسيفر هنبدأ ندوس اوكيه تمام بعد كده هنبدأ نروح للرسيفر بتاعنا ونبدأ نشغل الرسيفر ونشوف التحويل بتاعنا ونستعرضه مع بعض فيلا بينا نروح للرسيفر بتاعنا اهلا بكم مرة تانية وزي ما احنا شايفين كده الرسيفر بتاعنا فتح معانا بعد ما قبل التحويل اول حاجة بتظهر معانا زي ما احنا شايفين بعد ما وصلنا الباور في الرسيفر هتلاقي ان الرسيفر فتح معاك على القايمة دي جايب لك كلمة واي فاي يو اس بي اولاين وفوق كاتب لك نوت شانيل بليز رستور شانيل يعني عايز يعمل ملف قنوات او ينزل ملف قنوات طبعا انت بتكون حاطة ملف القنوات على اليو اس بي اللي انا هسيبهولك برضو مع السوفتوير هتخش على اليو اس بي وتبدأ تختار ملف القنوات وهتقول له ييس هيبدأ ينزل معاك ملف القنوات طبعا احنا هنجرب السوفت لاول مرة مع بعد كده كل حاجة قدامك هيت بجربها معاك لاول مرة تمام? بعد كده هعمل خروج تمام? هتلاقي ان الرسيفر زي ما احنا شايفين كده جايب قناة الماك دهيت والملف بتاعنا نزل ما فيهوش اي مشكلة تمام? يبقى انت تختار كده بعد كده نخش على القيمة بتاعتنا ونشوف منظر القيمة زي ما احنا شايفين منظر القيمة جميل جدا حاجة روعة بصراحة انا اول مرة اشوف التحويل معاكم يعني انا ما جربتوش قبل كده انا بشوفه لاول مرة معاك زي ما انت بتشوفه بالزبط زي ما احنا شايفين شكل القوائم ممتاز المنظر جميل جدا تقدر تتنقل بكل سؤولة كل حاجة واضحة قدامك زي احنا شايفين دي قايمة التركيب لو دخلنا عليها طبعا بيطلب كلمة السر اللي احنا عارفنا اللي هي اربح تصفار بيانات الهوائي وكل حاجة عن قيمة التركيب نعمل خروج كده نخش تاني على القيمة زي ما احنا شايفين ادي تعديل القنوات لو انت عايز تعدل على القنوات طبعا تقدر تعدل على قناة التلفزيون والراديو كل اللي انت عايزه تعمل مفضلة كل اللي انت عايزه تعمله من قيمة القنوات الاعدادات طبعا بتخش على الاعدادات لو عايز تعمل اي اعدادات في الرصيفر تمام بعد كده هنروح للشبكة طبعا الشبكة ديت لو انت موصل اه انتنة الواي فاي طبعا بتخش على الشبكة عشان تعمل ربط طبعا انا موصل اليو سي بي عشان كنا بننزل ملف القنوات دي اليو سي بي طبعا لو انت عايز تنزل ملف القنوات او تشغل اي حاجة من خلال الرصيفر طبعا خش على معلومات الرصيفر هدينا معلومات الرصيفر زي ما احنا شايفين كده دي معلومات الرصيفر. هنروح لي حاجة تانية وهي التطبيقات اللي موجودة على الرصيفر. طبعا مفيش انترنت. فاحنا عشان كده مش عارفين نخش على التطبيقات. بعد كده طبعا اليوتيوب عندك 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 باتمان عندك بيجو اي بي تي في كل تطبيقات الاي بي تي في اللي موجودة على الرصيفر طبعا انت هتكتشف بنفسك زي ما احنا قلنا فبصراحة انا شايف ان الصوفتوير ممتاز سالس جدا في الشغل القوائم منظمة مرتبة الوان الرصيفر ممتازة ما فيهاش اي مشاكل. انت بقى بالنسبة آآ الصرفرات زي ما قلنا انت هتخش بنفسك تبدأ كده تشغل الصرفرات وتشوف انت عايز تشغل ايه وما تشغلش ايه وتستفاد بقى بالصرفرات اللي موجودة عليه وتفرج وايه اي مشكلة هتقابلك او اي حاجة تقابلك طبعا سيبها النا في التعليقات وان شاء الله هرد عليك ما فيش اي مشكلة لو قابلك اي حاجة اي حاجة توقف معاك انت سيبها لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك على طول طبعا السوفتوير زي ما احنا شفنا طريقة التنزيل باللودر سهلة جدا ما فيش اي مشكلة وضحنا كل حاجة استعرضنا مع بعض القوائم والحاجات اللي موجودة داخل السوفت وير موضوع سهل جدا ملف القنوات هسيبه لك برضو مع السوفت وير في اول تعليق مسابت ولو انت حابب تعمل بحث للرصفر بنفسك يعني توقف على كل امر وتعمل بحث زي ما انت حابب سواء عندك تركيبة او طبق متحرك حسب ما هتشغل الرصفر على ايه تقدر انت تعمل بحث وتلتب القنوات بالطريقة اللي تريحك كل الامور دي سهلة جدا ما فيش اي مشكلة فاتمنى ان السوفت وير يعجبكم انتوا جربوا السوفت وير زي ما انت شايف احنا موصلناش نيت وما فعلناش اي حاجة انت فعل وهستنى التعليقات بتاعتكم وردودكم بالنسبة للصرفرات اللي موجودة على الجهاز اتمنى تكونوا استفدتم واتمنى التحويل يعجبكم لو وصلت معانا لحد هنا ما تنساش دعملنا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان وصلك كل فيديوهاتنا الجديدة على القناة اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته